بعد خدمة القداس الإلهي وبالتعاون مع جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية أقيم في كنيسة القديس جوارجوس ببلدة أدر يوم مفتوح لطلاب مدارس الأحد من كنائس الرب وحمود وأدر بمشاركة عدد من المرشدين وحضور الأباء الأجلاء في محافظة الكراك وخلال اليوم مر طلاب بالعديد من المحطات التعليمية التي تحدثت عن بعض الأفعال غير المحببة لدى بعض الناس وردت الفعل المناسب لهذه الأفعال ومحاربتها كما مر الطلاب بمحطات أخرى حملت الكثير من الإسئلة والمعلومات حول أسفار العهد القديم والجديد وتعلموا الأنشيد الدينية الجميلة وبعد مائدة المحبة التي قدمتها الكنيسة في أدر جاء دور المرح حيث قضى الطلاب وخدا ترفيهيا رائعا عكسا على وجوههم البسمة والفرح